لكن نحن لا نستبعد أي حماقة تقوم بهذه الحكومة المدية هروبا من هذا المأزق لأجل ذلك في الوقت الذي نستبعد في اجتياح شامل قطاع غزة لأنه قد فشل في تحقيق أداف والاعتبارات التي ذكرنا سابقا أضف لذلك أنه يعتبر أن المقاومة هي في أفضل أحوالها الآن مما سبق وبالتالي هذا سيكلفه ثمنا باهضا لأجل ذلك هو يعيد حساباتي كثيرا في هذا الإطار ومن هذا المنطلق على العدو الصهيوني أن يراجح حساباته بأن الدخول إلى قطاع غزة لن يكون نزهة ولا فسحة بل سيكلفه الكثير وأنه إذا ما فرضت المعركة على أبناء قطاع غزة فالمقاومة ستكون له بالمرصاد وسندافع عن أنفسنا وعن أبناء شعبنا الفلسطيني وبالتالي العدو الصهيوني لسه بحاجة إلى مبررات هو الذي اجتاحه هو الذي اغتاله هو الذي ينتهك حرمة قطاع غزة والعملية الأخيرة التي حدثت إنما كان هو بدخول وتوغل من العدو الصهيوني داخل قطاع غزة وبالتالي كانت هذه المعركة البطولية معركة دفاع عن قطاع غزة وبالتالي هي موقع عسكرية ودفاع عسكري وهو المعتدي وبالتالي عليه أن يتحمل هذه المسئولية هو الذي يصاعد الأوضاع الأمنية على ساحة قطاع غزة لا اسمح لي أعودي لستوديو أستاذ خالد لأبقى في النطاق الإسرائيلي الآن وما يفكر به قيادة العدو زعماء الائتلاف الحكومي يرون أن أي عدوان جديد على غزة ربما على غزة ربما على غير غزة بحسب طبعا تحليلك في المقدمة الحلقة إنما يصرف الاهتمام عن موضوع الاستيطان الضاغط الآن على المستوى الداخلي وما يرتبط بالعملية السلمية التي تحركها إدارة أوباما يرتبط بهذه النقطة هل خلق واقع جديد فعلا يصرف النظر عما هو مطلوب من استحقاقات من قبل نتنياهو هناك انتراهات داخلية لدى الكيان صهيوني الكيان صهيوني نهزم في معرفتين في سنة واحدة ولا زال يعاني من آثار الهزيمة لحد الآن وهذا شيء غير مقبول في إطار المشروع الصهيوني تقصد لبنان وغزة نعم عدوان 2006 و2008 هذا غير مقبول وغير معقول بالنسبة للمشروع الصهيوني النشروع الصهيوني من أسسه الأساسية الجيش الذي لا يقارب وبالتالي هناك حالة من الخلخلة داخل المجتمع الصهيوني وهذا من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى دهاب خطوة إلى الأمام من طرف قادة الكيان صهيوني هذا السبب الأول طبعا هناك الالتفاف على موضوع الاستيطان لكن في الحقيقة موضوع الاستيطان لم يخلق إشكال حقيقي لماذا؟ لأن هناك اتفاق ضمن من طرف أوباما ومن طرف إدارة أمريكية لنكون صرحا أنت لا تفرق بين الرؤيتين لا لأن أوباما عقد صفقة مع اللوبي صهيوني بتخلي عن موضوع مطالبة الحكومة الصهيونية بإيقاظ الاستيطان مقابل أن يصوت له على المشروع الصحي خلينا نكون صرحاء ولذلك وقع الصمت ولذلك بدأ الحديث الآن كما جاء على لسان وزير خارجي البريطاني نريد أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة غرما نفس الظروف وهو نفس الموقف الأمريكي لكن ما يجب أن نضع عليه أسبوعنا هو أنه ما كان ليكون هذا التمادي الصهيوني نعم لو لا لو لا الخذلان العربي طيب يعني مسألت الخذلان العربي اسمح لي أبقيها للقسم الثاني ربما حتى لن أسميه خذلان أين هو الحراك العربي أنا أسميه خذلان أين هو الحراك العربي خذلان الرسمي جيد اسمح لي أعود إلى الخليل وإلى الأستاذ عباس زكي مجددا أستاذ عباس يعني طبعا نحاول الآن أن نسعى أو نبحث عن الأهداف الكامنة خلف هذه التهديدات إذا حاولنا أن نربط الأمر بما يمكن الآن أن يسمى خلاف غير خلاف بين إدارة أوباما ونتنياهو هل مثل هذه الخطوة التي تهدد بها حكومة نتنياهو يمكن أن تخفف عن عاتقها بالثقل ثقل إدارة أوباما خصوصا ما يرتبط كما قلنا بموضوع الاستيطار تحليله يعني أنا لو جبنا كل العالم وحضرنا أرواح نعرف شو في راس نتنياهو نتنياهو لبرمان وباراك صعب جدا نعرفته لأنهم هؤلاء الناس متطرفين قسات لا يؤمنوا بالسلام الآن محشرين أمام أسئلة من كل الجهات ويعني ردة فعلهم ستكون غير متوقعة هم أرادوا في البداية أن يجروا المنطقة إلى حرب مع إيران طيب ولكن الدراسات أثبتت أنه إيران ليست رحلة جيد إيران سعد سفير أمر متئف لهم سمع أنا أعودا على المقاطعة أقاطع فقط للفاصل القصير ثم أعود إليك للنفس النقطة التي انطلقت منها فاصل أن أتابع تهديدات إسرائيلية باشتياح غزة والفصائل الفلسطينية تستعد عنوان هذه الحلقة من مع الحدث أذكر بضيوف الحلقة في الاستوديو خالد السوفياني رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي لدعم المقاومة من الخليل عباس زكي عضو اللجنة المركزية في فتح مفوض العلاقات العربية من غزة الدكتور إسماعيل رضوان أعود إلى الخليل وإلى الأستاذ عباس زكي كنا قد قاطعناه قبل الفاصل نعود إليك أستاذ عباس طبعا الفكرة التي كنت تحاول أن تشرحها هو ما تحدثت عن أن الكيان الإسرائيلي محشور بأكثر من سؤال أمام أسئلة ردات فعلهم غير متوقعة وصلت إلى النقطة المتعلقة من أنهم كانوا يحاولون أن يجروا المنطقة لحرب مع إيران تفضل يمكن أن تتابع نعم كانوا يحاولوا أن يكون الموضوع الإيراني أولا ولكن الدراسات أثبتت والواقع أثبت أن الحرب على إيران ليست نزها وستكلف أكثر في ظل سياسة أوباما اللي بقول أنا عايز أحل المشاكل ليستطيع ألفين عسكري يعودوا إلى أهلهم في الولايات المتحدة نعم اثنين أنه هو حاول طيب إذا ما بدها تنضرب غزة أعطونا فرصة أنه ننهي الموضوع في فلسطين بالمنظور الإسرائيلي للحل أيضا طلع في وجههم أنه الوضع الفلسطيني ليس سهلا وأنه سواء بالإمكانات المادية على الأرض في الضفة أو غزة أو سواء بالتعاطف الدولي أو المتضامنين سواء في الضفة أو في غزة اللي بيجي بسفينة واللي بيجي يقف معنا على جدار الفصل العنصري أو كذا يعني شافوا لاحظوا أنه الموضوع مش على طريقتهم أيضا تهديدات السيد حسن نصر الله إذا بتضرب الكاربة بضرب الكاربة إذا بتضرب الضاحية بضرب تل أبيب هذا الوضع ما كانت إسرائيل في الماضي يعني اتفكر فيه لأنه كانوا جنرالات منتصرين والأمر حينما يصدر ينفذ لا الآن في مقاومة في عناصر جديدة في الصراع ليست يعني ملتزمة بأي قرار كلاسيكي أو قرار رسمي وبالتالي لا أتوقع أنا لناس بطبيعتهم يمارس السياسات العدوانية كيف سيتصرفوا إذا ما تغيروا